احنا بنعرف انه الانتقاد احياناً يعني بيكون به هدف توجيه الشخص لمثلاً نقطة مثلاً معينة ولكن بطبيعة الناس ما بتتقبل الانتقاد ليه؟ لأنه البشرية بتحب حالها احنا منحب حالنا حب الذات ما بيخلينا نتقبل الانتقاد مرات سلف كونفيدنس زيادة ثقة بالنفس زيادة ما بتخليك تتقبل الانتقاد انتي حساسة زيادة ما بتتقبلي الانتقاد فصعب انك تتقبلي انتقاد من شخص لإلك لنفسك لحبك لذاتك ما بتقدري تتقبلي عشان هيك صعب وطبعاً اكيد بنرجع لكيف ايش هو الانتقاد العمالة بتوجه لنا يمكن نبين هو صعب ان احنا نتقبل الانتقاد ولكن ايضاً في ظروف معينة لما يجي فيها الانتقاد احنا ما بنتقبل يعني في كثير اشخاص بالعكس بيرحبوا بيقولوا بالعكس الانتقاد درحي خليني اتحسن اتفرج على النقاط السلبية الموجودة فيه اللي انا مش شايفتها كشخص بتطلع على حاله من جوه لجوه فهذا الموضوع مهم ولكن مرات العوامل المحيطة يعني فرضاً الانتقاد قدام الناس الانتقاد باستخدام مصطلحات معينة بدل ما فيه مصطلحات يمكن ألطف من هاي المصطلحات فقدي لازم نكون لما بدنا ننتقد او بدنا يعني نحكي عن هاي النقطة انه لازمها تعديل نكون منتبهين بهذا الموضوع وايضاً لما حد يوجه لنا الانتقاد كيف لازم نتصرف هلا نحن نرجع لأول جزئية اللي حكتيها انه مهم الانتقاد لانه بطور من الشخص بس كيف ليش اتقبله وكيف اتقبله كتير مهم وشو هو النقد اللي بتقبله وشو اللي ما بتقبله اذا بنا نطلع على النقد في عنا نقد بناء ونقد هدام النقد الهدام اللي هو بيكون اجرسوف شديد اللهجة بيكون القصد منه ازية الشخص يعني انا بدي اأزيكي يعني انا بدي ادايئك بهذا النقد مش هدفي اني اعطيكي اشي تنبسطي منه النقد البناء هو نقد بيجي من ناس عندهم معرفة عندهم علم عندهم خبرة فانا اليوم بشاركك النقد او بشاركك رأيي حتى انت تطوري من اشي عندك فهون الشخص كمان مهم انه يعرف ايش النقد اللي عم بتوجه لي وكتير مهم انه يس اتقبل بغض النظر عن كل الاشياء اللي انا عم بشوفها اذا كان نقد بناء او نقد هدام لازم اتقبل هلا النقد البناء اكيد تتقبليه لانه طريقته حلوة لانه اصلا انت بتحسي انه هو اشي او هو جاي يعطيكي ادفايس اكتر او نصيحة اكتر ما هي تكون نقد لانه طريقته جميلة وهلا رح نحكي كيف رح تكون الطريقة ولكن النقد اللي هدام بيجرحك بيأزيكي فبطبيعة الشخص لما يجي نقد جارح بتلاقيه دايما بيصير اجرسوف بيصير بيدافع عن حاله بيصير بيديه يهاجم بيصير بيديه يحكي لا انا مو هيك لا انا مسلا بعمل العكس فهون كتير ضروري نعرف كيف احنا نتصرف مع هذا النقد اليوم كتير ضروري الانسان يسمع الشخص اسمع استوعب زي ما بنقول دايجست هضم اللي انت سمعته دخله لعندك بعدين اكت للشخص اللي قدامك بعدين رد على هذا الشخص لانه مش بالضرورة يكون النقد هو نقد لنفسك انت او لشخصك هلأ ممكن اذا بتفكر فيها شوي زيادة تلاقي منها النقد في اشي مهمة وفي نقطة معينة لابد انك تطلع عليها حتى لو كان النقد جارح ولكن اذا كان النقد جاي من شخص القصد منه ازيتك لازم انك يعني زي ما بقوله طنش ما تحطها عندك ما تحطها بقلبك لا تتدايق منها لانه فعليا هي ما حتزيد ولا حتنقص عليك هو فعليا هذا الشخص عم بيعبر عن نقص بذاته وليس نقص عندك انت صحيح يعني بداية يمكن الفلتر اللي بنا نستخدمه كمتقبل للنقد انه مستقبل للنقد انه هل هذا الشخص بيقصد يأزيني وعشان هو يرتاح يحسن انه هو اكبر او اهم او هذا الشخص بالفعل عنده وجهة نظر صحيح هلأ بديجي نرجع للشخص اللي عم بقدم النقد يعني شو افضل طريقة اني انا اقدم النقد حتى احصل على التطوير اللي انا بدي اياه شوفي هلأ بالنقد كتير في طرق اليوم اذا انا بدي ألفة نظر شخص معين خلينا بلش نحكي بمجال العمل لانه عادة الانتقادات بتكون هي يا بالشغل يا بالعائلة جوه يا بين الازواج اذا نحكي بمجال العمل كتير في مرات تيجي بتلاقي ناس بتسألك سؤال شو رائيك تجربي هاي الطريقة او شو بتحسي لو جربتي هاي الطريقة ممكن تكون افضل لو احنا عملناها بشكل مختلف بتحسي انه ممكن يكون افضل لإلك هلأ انا هيك لفت نظرك لشي معين من غير ما قولك انك انتي اللي عملتيه غلط بس لفت نظرك بطريقة تانية فانتي صرت تفكري باكسبوجر مختلف او من زاوية مختلفة او ممكن اليوم اجي احكي لك عن تجربة معينة انا بفترة من الفترات جربت هاي الطريقة وكانت هيك نتيجتها فمنحس يمكن لو جربنا الطريقة التانية مختلفة فانتي من جوه رح تعرفي او رح تحبي تشتغلي او رح تحسي انه هاي النقطة هي تطور لإلك اليوم بين الازواج كتير هاي الشغلة موجودة والانتقاد فاليوم تبقى الزوجة بتستنى زوجة عشان تقول له تعال اقولك انت عامل واحد اثنين ثلاثة وهو بستنىها يقولها انت عامل واحد اثنين ثلاثة كتير مهم انهم يعرفوا يحكوا مع بعض واليوم الانتقاد هو مش هدفه اني انا ازعله او ادايه هي هدفه انه انطور هاي العلاقة او انزبط هاي العلاقة فاحنا للأسف مناخد الطريقة الاجرسف عادة فمنبلش التهديد فانت لانك هيك انا رح مثلا اعمل هيك رح اسوي هيك رح اترك البيت او هو رح يقولها انا رح ازعل منك واتأفر سو احنا كتير ضروري اليوم نعرف انه الانتقاد هو هدفه التطوير فممكن انا اقترح اشي معين في البيت او انا اسأله شو مثلا رأيك لو جربت هاي الطريقة هذا كمان بيخلي العلاقة نوعا ما افضل واجمل بين الازواج او يمكن فيه كلمات مستفزة زي انت يعني ممكن تقول انه انا اوجه الاتهام هي توجيه اصبع الاتهام دايما منقول هذا الاصبع لا تستخدمه انت عم تحكي لانه توجيه اصبع الاهتهام حتى لو انت مو اصدك تفعلي انت عم بتوجه علي او كلمة انت عم تقول بالصبب كمان يمكن نيفين احنا عم نحكي عن هذا الاشي يمكن فيه اشخاص حتى لو حكينا ومهما قلنا بانه عادي انتقدوا وحاولوا بافضل السبل واريحها للناس وانكم توصلوا معلومة ولكن فيه اشخاص يعني بيكون في عندهم اضعف بثقة في الناس معدومة يمكن تكون او حتى قليلة او يمكن مرئين بظروف مجرد ما حد وجه لهم كلمة او هذا بتحسسوا فيها فهل في اشي ممكن احنا طريقة معينة ممكن نعلمها لابنائنا بانهم يتقبلوا هذا النقد لانه ما في حد كامل وإلى ما يكون فيه شخص اخر افضل مني بجزئية معينة ويقدر يساعدني حتى انا اتحسن واوصل لهذا العاية الجزئية هلأ ضروري زي ما حكينا ضروري انه نعلم اطفالنا اللي هو انت دائما شو اللي عم تسمعه افهمه قبل ما ترد افهمه قبل ما تهاجم بس صدقيني ليلك شو ما كان النقد الهدام ما حدا بتقبله لانه اليوم انت اذا بدك تقصد تقذي شخص هو غير مقبول ابدا ابدا فاليوم انا كنفسي يمكن اسمع وخلص زي ما بقوله قدير ظهري وامشي بس رح يقذي يعني لانه قصده الازية فانا اليوم لا اعلم انه لا تسمع هذا النقد يمكن اخوض الايجابية منه ولكن ما تخليه يأثر عليك بس هو مرفوض مرفوض انه هو يقدمه ومرفوض انه اي شخص تاني انه يعطيه فهو هذا كتير مهم صراحة احنا كمان كاشخاص نعرف انه هذا النقد هو مش نقد بناء ولا رح يعني ولا رح يطور من الشخص الادامي هو نقد مرفوض تماما لانه ما حدا له الاحاقية انه يعطي هذا النقد بهاي الطريقة لانه انت ما بتعرفي ظروف هذا الشخص التحديات اللي عم بيمرؤ فيها ومجرد انك انت ترمي الكلمة على اشي مش عاجبك انت ما بتعرف هو شو عم بيعني انه من وين جاي بزرق شو الحمل اللي عليك تابك شو معاركي بالحياة سو ما بطلع لك ترمي احكامك بهدف انك تنتقد ولكن منرجع دايما لحتى انه اقدر خصوصا ببيئة العمل يعني اصلت الضوء على مثلا سلوكيات معينة وفيه ناس بالفعل زي ما قلتي بيوقفوا رأسا بيفكر كيف يدو يدافع عن حاله حتى لو كان الاسلوب فيه كلمات يعني بدها بالاخر توصل للتغيير او للتطوير فبحب نصيحة للشخص اللي بده عن جد ينتقد بطريقة يحصل على النتيجة اللي بده اياها اللي بده ينتقد كلمات يستخدمها اللي هي دائما طرح السؤال بحال انك انت بدك تغير من طريقة او ممط طرح السؤال طرح السؤال بيسمح للشخص اللي قدامه انه يفكر بطريقة مختلفة حتى ممكن هلأ يعني زي ما بقوله دائما اذا اليوم انت بتسأليني عن رأيي اوكي لانه عندك ثقة برأيي فانا الانسان بطبيعته اوكي رح يصير يعطيكي افضل طريقة فاذا اليوم انا بسألك ليلك شو رأيك انه نغير هاي الطريقة عندك افكار تانية صدقيني رح تطلع باحسن الافكار مش عشان اشي عشان تورجيني انه يس انا قادرة اني اجب لك افكار مختلفة وافكار كتير ممتازة فانا طورت شغلي عند الشخص او خليته يطلع بافكار مختلفة من غير ما هو كمان يحس ومن غير ما انا تبوين دايركتلي عليه كتير مهم انه مشاركة الخبرة مشاركة الخبرة كتير مهمة لانه احنا متعلم من الخبرات التانية بتلاقي حتى انا يعني انا بطبيعة الشخصية كتير مرات لما الاقي حدا بالعمل او بالحياة عنده خبرة معينة دايما بسأله شو رأيك انا مثلا بالتصرف اللي تصرفته انا اللي عملته هذا صح انا مثلا طريقة اللي اشتغلت عليها كانت صحيحة هلا يمكن انا اشتغلت بطريقة صحيحة بس هم عندهم شي مختلف هو اشتغلها او يمكن اخذ خبرة من ناس مختلفة ممكن يضيف علي فهذا اشي كتير مهمة شيرينج اكسبرينس او مشاركة الخبرة هي مهمة جدا ومشاركة العلم طبعا في ناس عندها علم بشي معين مش غلط اني اشاركه لاني انا دارسه وعندي شهادة معينة بهذا المجال اذا شاركته انا عم بفيد الاشخاص وبعدين ما في شي كامل يعني كل واحد بشوف من منظور مختلف وفيش حدا بيحتكر الحقيقة كاملة فانا دايما لازم اكون منفتح للمنظور المختلف عن ما انا اراه مية بالمية فبعتقد انه هي بس لازم نحنا نكون حاضرين بالكلمات اللي بنستخدمها ومرينين بتقبلنا بس احنا ملحكي دايما رنده شغلي مين اللي اكتر ناس بتجرحنا بالنقد؟ اهلينا يمكن الناس اللي بحبونا فانا دايما بحكي لهم وحيات الله لما امك تحكي معك او امك تحكي معك بطريقة أو تنطقتك بطريقة اجرسيف تيكت لانها بتحبك لانها بتحبك في ناس بحبونا لما ينطقونا لازم نتقبلها لانه من حروريتهم علينا ومن حبهم لإلنا فبيجا بيحكونا النقد بهاي الطريقة هاي الطريقة مقبولة رسل الاهالي بحبونا مية بالمية اذا شكرا لوجودك معنا نبيين ابو سنيني مدربة المهارات الحياتية اهلا وسهلا اهلا وسهلا هلا بكم